فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظم فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظم بيه اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها بيه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا المطفة الكبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونة او اي اكلات تانية تحتاج ان انت تصفيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة مميزة بتساعدك ان انت تعملي من خلالها السجوء او تقدر يتحشي المنبار بكل سهولة تقدر يتعملي من خلالها الاكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظمي بيه ادواتك الشخصية زي الشامبوهات او الكريمات او العطور وتقدر ان انت تنظمي بيه مختلف احجام الفوت او طبعا تقدر ان انت تثبتيه على الجدار في المطبخ وتنظمي من خلاله ادواته لوازم المطبخ بعد كده معنا منظم الاحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كزا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحزية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات قبل المشابك وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا اداية للتنظيف طريقة تصنيمها عملية جدا تقدر ان ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف عندنا مجموعة من الاشريطة اللي بتيجي بألوان مختلفة تقدر ان انت تنظمي وتلمي بيها مختلف اسلاك الاجهزة واسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده معانا الطبق ده وهو بيكون مصنوع من البلاستيك وهو بيكون خاص بالمساج تقدر ان انت تدفيله اي مواد بتفضلي ان انت تدفيها وطبعا استخدامه سهل جدا وبعد كده هتقدر ان ان انت تقفليه وتخطيه عندك في اي مكان وهو حجمه بيكون صغير مش بياخد عندك اي مساحة في البيت هنا هنشوف مع بعضها عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سهل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي بيه ادواتك الشخصية زي الكريمات او العطور او الميك اوب بتاعك وهو بيكون مؤسم كده الكزرف تقدر ان انت تنظمي بيه ادواتك كلها زي ما هو واضح دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو وهنا عندنا منظم للكبيات الورق طبعا تقدر ان انت تستبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده عندنا منظمات للرز او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معها ادام عيارية بتساعدك ان انت تعايد بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه سواء كان رز او دقيق او اي نوع من انواع البوكليات اللي موجودة عندك بعد كده عندنا اداة بتساعدنا على ازالة البزور او النور من مختلف انواع الخضار او الفكهة زي ما احنا شايفين كده ممكن تستخدميها للزاتون او الفكهة الصغيرة زي البلح او اي حاجة تانية بعد كده هنا عندنا منظم للاطفال تقدر ان انت تنظمي بيه معجون الاسنان وفرش الاسنان بتاعت اولادك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة للتنظيف وهي عبارة عن سلكة تقدر ان ان انت تنظفي بيها الحود او الحلل او الاطباء او البتجاز تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها هنا بقى عندنا منظم ومصفى للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفى دي بحيس ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نظيف عشان تقدر يتستخدميه مرة تانية وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظمي عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل المواعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدر تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاودة تنظفيها وتقدر طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباء والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام بعد كده عندنا اداة تقطيع وهي عبارة عن سكاكين صغيرة كده بتساعدك ان انت تقطع الفكهة او الخضار على شكل شرايا حفايا جدا وغير كده بيجي معاها مقشرة بتساعدك ان انت تقشر بيها الخضار او الفكهة بكل سهولة وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتقصرش بالمية وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للتوابل تقدر ان انت تنظمي فيها مختلف انواع التوابل البودر واستخدمها طبعا بيكون سهل جدا وعملي وغير كده تقدر ان انت تنظمي من خلاله الكمية اللي انت محتاجاها من خلال الضغط على المنظم ده ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة